وفي تصريح خاص لتلفزيون البحرين أكد المبعوث الأمريكي الخاص لإيران براين هوك أن الولايات المتحدة الأمريكية تضع استراتيجية لعزل إيران دبلوماسيا موضحا أن سياسة طهران الخارجية تعتمد على إثارة عدم الاستقرار في المنطقة وزير الخارجية مايك بومبيو طلب مني الحضور إلى المنطقة في ظل تصاعد التوترات مع إيران إيران قامت بالتصعيد في سياستها الخارجية فهي تقود سياسة توسعية عنيفة وقد كانوا مسؤولين عن العديد من الهجمات التي حدثت هنا في الخليج العربي ومعظم الهجمات التي تم رصدها كالهجمات البحرية والهجمات على المملكة العربية السعودية وأماكن أخرى لذا نحن نضع استراتيجية لعزل إيران دبلوماسيا ونفرض ضغوطا اقتصادية ضخمة على النظام وبهذا نحن نرفع الكلفة لهذا النوع من التصرف النظام الإيراني هو آخر نظام ثوري على وجه الأرض ومعظم المعاناة والدماء المراق وعدم الاستقرار في المنطقة يتحمل مسؤوليتها النظام الإيراني بصورة مباشرة أو غير مباشرة عبر أذرعه لذا أنا موجود هنا في المنطقة لتعميق تحالفاتنا عبر الأمن والدبلوماسية وتعميق العلاقات والتباحث بشأن كيفية العمل معا لردع الهجمات الإيرانية